واحد من أهم أسلحة فوز منتخب مصر النهاردة أو مش بس فوزنا النهاردة في البطولة كلها أحمد فتوح هي أحمد فتوح النهاردة عمل المطش على أشرف حكيمي بيتهيال أشرف حكيمي حيرجع باريس سان جرمان يحكي الزميله وميسي ونيمار ومبابي عن الباك المصري اللي قابله اللي ما خلقوش فعلا يعمل أي خطورة أشرف حكيمي طول المطش عمل مراوغتين المراوغتين دول كانوا فراكلة الجزاء اللي خدها المراوغة الأولى من محمد النيني والمروغة التانية اللي حصل فيها على ركلة الجزاء غير كده أشرف حكيمي ما عملش أي خطورة تماما على مرمى منتخب مصر ما حاسش أنه بيلعب براحته أحمد فتوح كان دايما موجود بالعكس أحمد فتوح تفوق عليه مهاريا يعني اللقطة كلنا اللي احنا عملين الشيارة بتاعت أحمد فتوح وهو بيلعب كبري من أشرف حكيمي دي بتحكي معاناة أشرف حكيمي قدام أحمد فتوح أحمد فتوح لما هنيجي نبص عليه النهاردة هو واخد أعلى تقييم دفاعية ما بين لعيبة منتخب مصر يعني الراجل استرجع الكورة ست مرات وعمل تدخلين ناجحين خد ثلاث فولات الحقيقة هو صاحب أعلى تقييم دفاعي من منتخب مصر وعمل ثلاثة تاكلينج والثلاثة ناجحين فأحمد فتوح هو صاحب أعلى تقييم في منتخب مصر دفاعيا وأعلى تقييم بشكل عام من بعد محمد صلاح اشتركوا في القناة